تصريحات جديدة أطلقها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ربما يفهمها كل طرف من جانبه على طريقته الخاصة في ظل حالة الانقسام بين أولياء الأمور الراغبون من جهة في إجراء الامتحانات في موادها والآخرين الذين يريدون وبشدة تأجيل الامتحانات لأجل غير مسمع حتى ينتهي فيروس كورونا وقال وزير التربية والتعليم دكتور طارق شوقي المصلحة تقتضي إجراء امتحانات السنوية العامة في موادها والإرجاء يعني مشاكل أكبر قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال مدخلة تلفونية عبر قناة إكسترا نيوز أن المصلحة العامة تقتضي إجراء امتحانات السنوية العامة في موادها خاصة أن المستقبل غير مضمون واستكمل الوزير أن الإرجاء سيوقعنا في مشاكل أكبر قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال مدخلة تلفونية عبر قناة إكسترا نيوز أن المصلحة العامة تقتضي إجراء الامتحانات السنوية العامة في موادها خاصة أن المستقبل غير مضمون واستكمل الوزير أن الإرجاء سيقان في مشاكل أكبر متمنيا أن تقوم الامتحانات في موادها المحدد وأضاف الوزير أن مجلس الوزراء سيعقد مؤتمر صحفيا الأحد المقبل للإعلان عن مستجدات فيروس كورونا بشكل عام واستعدادات امتحانات السنوية العامة وأشار إلى أن التمر المترقب سيشهد للإعلان عن كافة الإجراءات الاحترازية لتأمين إجراء الامتحانات في موادها ووجه الوزير رسالة لأولياء أمور طلاب السنوية العامة قائلا هتسمع أخبار تسروكم لا تنسوا اسم 를 Gordon H Py h لا تنسوا إجتاهملوا سبسكرايب القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد لا تنسوا إجتاهملوا سبسكرايب القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد اشتركوا في القناة